خليني بس هرد على كم نقطة هرد بقى عليك وهرد عليك أولاً أول حلقة طلعت معك مع كولر قلتلك النعيب كولر لو أنت فاكر قلتلك النعيب كولر إن لما الجيم بيهرب منه كولر ما بيعرفش يلم الجيم تاني يعني شفناها مثلاً قلتلك إن جود لك ليه دايماً إنه هو دايماً دايماً في البيت جيمز الأهل بيسجل الأول فزي ما بيقولوا إيه بيركى بالجيم لو إحنا شفنا ماتش الرجاء مثلاً مثلاً الرجاء ضيع فرصتين كانوا خطر جداً أحمد الشناو قدر إن هو تصدر يوم الأهلي قدر إن هو تقدم إيه الماتشات اللي فلتت منه؟ ماتش سانداونز فلت منه ما قدرش لم الماتش ماتش بيرامدز اللي هو نهاية كاس فلت منه ولولا أخطاء من أحمد الشناو أخطاء كارثية كان ممكن الماتش يبقى غير الاسكور ده الماتش ده وجد نظر إن هو الشوت التاني كان واقف في الفرق زي وزينا على اندفاع غريب للأهل لعفكرة كرة العراضة أحمد بن شوية إن نادي الأهلي بيدافع بسيطة لعيبة دي ما حصلتش مرة أو اثنين هي ممكن دي عشان الهدف فالناس ركزت معاه لكن الموقف ده حصل مرتين ثلاثة هو لعب جيم مفتوح مع الوداد؟ بالظبط ما فيش فائد أحزاء كارثية كان عايزي يخلص التولي في القاهرة بالنهاية دي الأهلي الشوت الأول كان بيلعب ضغط عالي جداً لدرجة إن اللي عبت الوداد تقريباً تقريباً ما كانتش بتقدر تطلع بالكرة بنص من عباً بسناء الكورتين لتصدى ليهم كلام السورة الشهيرة جداً اللي بتاعت الأحصائي اللي تلعت 18 فرمائة 18 فرمائة 18 فرمائة دي نسبة أصلاً ما بتحصلتش في أولوبا ما بتحصلتش في العائة الكورة لكن هو الشوت الثاني قدر إن هو يعلي يعني يعلي خطوطه شوية فانت تجريت لقصة فتح الخطوط لإن في مساحات فالجيم بقى بيتطمعك فقدر إن هو إضغلب عليك ودي مشكلة فوجة النظرف كولر ودي مشكلة هتبقى كبيرة في مباراة العودة لو هو مش مركز إيه اللي هيحصل لو الأمور رقدر الله وسلت لـ 1-0 رقم اثنين عليكني الثاني لا أنا هارجع بس يا رحمد إن هو ليه يمشي لو هو ما خدش أفرق موسيمين يمشي ليه التارجة الأول بتاع الأهلي دايماً أو كل موسيم هو دور أبطال أفريقيا الأهلي عمل رقم كبير جداً إن انت توصل ستة فاينال أفريقيا دا رقم تقريباً على مدار البطولة كلها مفيش فريق عمله أقرب خصمه ممكن نقوله وداد عملوا حقالها 4 مرات تقريباً ست مرات دا رقم كبير جداً الأهلي تارجته دور أبطال أفريقيا الأهلي لو خسر دور أبطال أفريقيا السناني أمور كتير جداً هتبقى مختلفة موسيماني ميشي لأنه خسر دارة طفلك على فكرة موسيماني الأهل مع موسيماني كان مرعب وكان بيكسب 4 وكان بيكسب 5 وعلى فكرة موسيماني ميخسرش الدارة موسيماني لما ميشي فرق المبارات المؤجلة لو كان هو لعبه كلنا احنا فاكرين ان كابتن سامي قمصان تولى المهمة فترة مؤقاطة ومعها تعادل معناية الزمالك وابتدى نزيف النقاط ثم بعد كده جيه المدرب البرتغالي بس عارف اسلام ان انا مضط radio اصحي حاجة انه موسيماني لما ميشي وهم run man دي شاركني في القصة دي انا موسيماني لما ميشي اولا بحسب المعلن رسميا انه موسيماني هو لطلب الرحيل ده واحد سيبك من المعلن رسميا تمام تاني حاجة تاني حاجة وده الهم حاجة وقبل خسارة الدولة انه كان في مشاكل بلا بين موسيماني وادات النادي الليه علاقة بالالتزام لياه علاقة بتدريبات الفريق ليه علاقة بالتصحيحات يعني كان فيه مشاكل أخرى غير الكولر وكولر ما كانش فيه مشاكل يعني كولر ما طلقش في المؤتمر الصحفي يعني خلينا بس نبقى منصفي أولا على فكرة السعادة دايما من كولر من تجربته مع النادي الأهلي مش إن هو مش من حاجات كتير السعادة الأساسية إن ده تقريبا نفس التيم بتاع السنة اللي فات بتاع النادي الأهلي يعني الاختلاف هو احنا بنتكلم في لعب واحد بس هو مروا نعطيه تقريبا لكن هو نفس التيم وكهرباء لكن هو نفس التيم بتاع السنة اللي فاتت صح؟ صح الكرة اللي بتتقدم السنة دي مختلفة تماما على السنة فاتت ممكن يكون الأهلي بيكسب في مطشرة هنا واحد سفر واتين سفر وثلاثة سفر وكان بيكسب السنة فاتت أربعة وخمسة بس السنة دي الأهلي مرعب الأهلي فيه مبارب يلعبها مش ممكن الشيط الأول بتاع الأهلي ولداد أنا أعتقد أن ده من أحلى أشواط النادي الأهلي رب عليك الأفريقية لكن لا هو برضو الراجل عنده مش حاجة الراجل تلع في مؤتمر الصحفي وقالها يا جماعة أنا ما عنديش مهاجم أنا طلبت مهاجم طلبت مهاجم أحسن الموجود وتلعي تكلم في الموضوع ده مش مرة أو اتنين أو تلاتة ده يا دول معلش يدول أن في مشكلة الراجل يعني الراجل بيصدر الموضوع ده عادي جدا في مؤتمر الصحفي إن أنا طلبت حاجة وما جاتش ده رقم واحد رقم اتنين أنا قلت لك أن بطولة أفريقية هي الطارجة الرئيسي مهما كان تأثيرها مش هيبقى قليل أنا هزمع رأيك يا أحمد في الموضوع عن البولتوط الأفريقية هو الطارجة الأساسية لكلر عشان مختلف مع ده طبعا إن هو اللي أعلي عمره ما هياخد قرار ضد كلر لو لا قدر أو ضد لا قدر ده أنا أقولتش إن هو بس عشان بس مش إنه هيقيله الظروف الأعلي كه 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 كسب الدور عشان بس ما نواطش نجي النفسي قالي كسب الدور لكن الأمور حبوصلها بنظرة تانية وكل راجل نوجة نظر أداء العمر الفترة فاتت لا في عروض وفي عروض قوية كمان للرجل صح فالأمور مش ممكن مختلف